بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الآية الكريمة فيها إعلان واضح على عالمية الإسلام من أن الإسلام دين جاء إلى جميع من البشر كنتم خير أمة أخرجت للناس جميعا على اختلاف ألوانها وأعراقها وأجناسها فكل الناس لهم هذه الرسالة رسالة الإسلام وقد اختار الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة هذه الأمة التي هي أمة الإسلام على اختلاف ألوانها وجيناتها وأعراقها فيقول الحق التبارك وتعالى كنتم أي يا أمة رسول الله يا أمة الإسلام كنتم خير أمة وليس مقصود فيها جينات معينة أو قومية معينة أو لغة معينة بل الكل هم جعلهم الله قدوة وأنموذج للناس جميعا ومعنى ذلك أن المسلمين مطلوب منهم أن يكونوا قدوة للآخرين لأنهم يحملون آخر رسالة سماوية أن يكونوا قدوة وأن يكونوا أمثولة ونموذج يحتذا به ويقتذا به للناس جميعا وهذه مسؤولية عظيمة أيها الإخوة والأخوات أيها المسلمون في العالم هذه مسؤولية يلقيها الله سبحانه وتعالى على عواتقنا من أن نكون نموذجا صالحا لخليفة الله في أرضه لأن نكون نماذج يقتدى بها وبطبيعة الحال مع عظم هذه المسؤولية مع عظم هذا التمثيل الإلهي في الأرض التي ألقاه الله سبحانه وتعالى على عاتق المسلمين لا يمكن أن تنجح هذه التجربة إلا أن تكون هناك قدوة يقتدى بها وبطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى جعل لنا نموذج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال استنوا بسنته واقتدوا بهديه صلى الله عليه وآله فهو القدوة الأولى وهكذا لأنه لا يمكن أن ينجح مبدأ من دون أن يكون هناك قدوة يكون نموذجا لهذا المبدأ يكون عنوانا لهذا المبدأ يجب أن يكون هناك رمز يكون مصداقا لهذه المبادئ التي جاءت بها هذه الرسالة العظيمة إذن الرسول ولقد كان لكم في رسول الله أسوى حسن الرسول هو الموذج الإنسان الكامل الذي يكون أمينا وقدوة لهذه المبادئ والقيمة هذا واحد بعد الرسول صلى الله عليه وآله جاء أمين المبادئ صلى الله عليه وآله الذي هو نفسه رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك نحن نعتقد أن بعد النبي لم يكن الأمر فوضى وإنما كان هناك أمينا على هذه القيم أمينا على هذه الرسالات أمينا على هذه الدعوة التي جاء بها الإسلام يكون هناك أنموذج وقدوة حسنة تكون هي المعيار وهي رمز لهذه القيم وهو لا يوجد أفضل من هذه الشخصية الفذة التي تربت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أمير مني عليه السلام علي عليه صلى الله عليه وآله وهكذا في عقيدتنا أنه لم تخل الأرض من قدوة يقتدى بها لأنه لا يمكن أن ينجح مبدأ إلا أن يكون هناك رمز تلتف حول الأمة يكون هو الأنموذج الصالح ويكون هو القدوة التي يقتدى الناس بها بالتالي هذه الأمور هي دعوة تحتاج إلى أنه شاهد وبينا على أن هذه القيم قيم حقيقية مترقية الشاهد هو هذه القدوة القدوة لأجل هذه القيم يلتف حولها من يريد أن يقتدي بهذه القيم له أنموذج وهو إما الرسول أو الوصيل الذي يأتي بعده والأوصياء الميامين الذين جاءوا بعدهم وهكذا تنتهي هذه السلسلة إلى ما شاء الله والسؤال هو في عصر غيبة المعصوم في عصر نعم عدم الإمكانية الوصول إلى المعصوم من هو القدوة؟ أو من هو القدوة الآن الذي يمثل النموذج الصالح لهذه القيم؟ لأننا كما أسلفنا لا ينجح مبدأ من دون أن يكون هناك قدوة له من دون أن يكون هناك شاهد على حقيقة هذه القيم لجب أن يكون هناك رمز حقيقة ونموذجا صالحا لهذه القيم في هذا الزمان لا يوجد عندنا قدوة يقتدى بها ورموز نلجأ إليها تكون نماذج على عظمة هذه القيم إلا العلماء العلماء هم الذين جعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجعلهم الأئمة عليهم السلام أنموذج الأمناء كما برد في الحديث العلماء أمناء الله على رسالات الرسول على دين الرسول على أتعاب الرسول هم الذين يحفظون هذا المبدأ فبالتالي هم القدوة وهم النماذج اليوم في هذا العصر في عصرنا الحالي المراجع مراجع الدين والعلماء يكونوا هم القدوة وهم الرموز لحفظ هذا المبدأ فالإنسان يقتدي بهديهم بنهجهم بسلوكهم يجروننا إلى الله سبحانه وتعالى يشدونك أيها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عظمة هذه القيم من خلال نموذجهم من خلال سلوكهم الترابي من خلال معايشتهم مع الناس يكونون رموزا ونجوم في الأرض يهتدي بها الناس ويحنون إليهم ويتبعونهم ويقتدون بهديهم وهنا مسؤولية أيها الأخوة والأخوات إذا أردت أن الأعداء في بعض الحالات أو كثير من تصرفاتهم عندما يريدوا أن يغزوا بلدا ما يضربوا ثقافة ما ثقافة بلد ما أول عمل يقومون به ضرب الرموز والقدوة يشككونك في القدوة ويخلون هذا الشعب أو هذه الأمة أو هذه الدولة أو هذه الملة تهجم على رموزها وتسقط قدوتها ورموزها وبالتالي يسهل النفوذ إليهم وبالتالي يسهل السيطرة عليهم إذا ضرب القدوة وسقطت القدوة في أعين مريديها والناس لا يبقى نعم هناك حصن حصين إلى هذا المبدأ وحفظه ومن هنا وأرجو الانتباه من الأخوة والأخوات الأعزاء إلى يجب أن يحذروا ويلتفتوا إلى هذه النقاط أنه لا ينبغي أن نسمح لأحد أن يسقط لنا قدوة تقتدي الناس بها رموز كما هي فيها الآن في عصرنا الحاضر كالعلماء والمراجع هؤلاء الذين أتعبوا أنفسهم جزاهم الله خير ورحم الله الماضين منهم يتعب نفسه حتى يهيئ لك حكم الله مراد الله يبينه إليك ويقدمه إليك وبالتالي ينبري أحد هنا وهناك ويسقط لك هذا الرمز والقدوة الذي هو المفروض حامي للدين طبعا لا شك ولا ريب أن هناك متلبسين بزيهم يعني جاءوا نعم ظلما وعدوانا وتزيئوا بهذا الزي لأجل أهداف وأغراض مادية دنيوية دخلا على هذا الهيئة والزي وبالتالي أساءوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون إلى هذه المكانة نعم يوجد هكذا ولكن ليس معنى ذلك أن نضرب القدوة الصالحة أن نخلط أو يضيع الصالح بالطالح هذه الظلامة وجريمة لأننا إذا أسقطنا الرموز أسقطنا هؤلاء من ما هم فيه من موقعية يسهل للأسف أنه يهجم الأعداء ويهجم الذين في قلوبهم مرض على الناس ويغيرون ثقافاتهم ويغيرونهم كما يريدون طبق أجنداتهم وهذه عبر التاريخ هذه القضية ليست اليوم عبر التاريخ كان هناك إصرار إلى ضرب الرموز إذا أراد الأعداء أن يحتلوا مكانا بلدا شعبا أول خطوة يقوم بها إياها يسقط الرموزها يسقط القدوة لا يكون لهم قيمة بين الناس وبالتالي يسهل عليهم احتلالهم والسيطرة عليهم والعيمن عليهم وبالتالي هناك فعلا هي حيرة وهناك واقعا هي محنة وبلاء عظيم أنه يجي واحد متزيب لباس معين بهيئة معينة ويتصرف بتصرفات قبيحة لا يكون أمينا خائنا كاذبا سارقا يأثر على سمعة النوع يأثر على اللون كله وبالتالي ينضرب هذا الرمز وبالتالي يأثر على الصالحين الذين يكافحون في سبيل حفظ هذا المبدأ والزيطرة يجب على الأمة أن تفرق يجب على الناس يكون عندهم وعي أنه هذا سارق سرق هذا اللباس سارق سرق هذه الهيئة سارق هذا متطفل على هذا الزيطرة وليس أنه نضرب العنوان والمبدأ والرموز لأننا إذا خسرنا هذه الرموز بالتالي يبقى المبدأ للأسف من دون حصن ومن دون حماية ويسهل تغلغل فيه والسيطرة عليه ولذلك يجب أن نحاول أن نفرز بين هذه الأمور إذا وجدت متزين بهذا الزيط وقد شذ في طريقته نتيجة تصرفاته نتيجة فساد إداري مالي سلوكيات غير مريحة قام بها لا ينبغي علينا أن نظلم كل الخط وكل الرموز وكل من يتشبه معه بهذا الرمز بهذا الهيئة أنه نضربهم ونلغيهم لا هذا ليس صحيح لأنه بالتالي لهم هناك صالحون لهم دور يأدونه وبالتالي يجب أن نكون على مستوى من الوعي ولنا نماذج كثيرة لنا نماذج عظيمة من خلال هؤلاء العظماء الذين المراجع والعلماء الذين بذلوا كثير منهم أوقاتهم صحتهم بعضهم دماؤهم استجهدوا في سبيل حفظ هذا المبدأ حتى يصل لنا الدين غض طري يحفظ لنا هذا التراث العظيم عبر مئات السنين القضية ليست اليوم القضية من عهد الأيمة سلام الله عليهم بدأت حملات تشويه وتسقيط للأسف وضاع الصالح بالطالح يجب على الأمة يجب على الناس أن يتفرق ما بين هؤلاء ولا تزر وازر وزر أخرى يعني من أذنب هو الذي يتحمل جريرته لا ينبغي علينا أن نحذف كل هذه الجهود كل هذه الثروة العلمية والقيم والمواقف العظيمة والله هناك نماذج حقيقة يحتذا بها الإنسان ويفتخر بها حدثني أحد الصالحين قال كنت عند أحد المراجع العظام يقول وجاءه أحد وقال سيدنا المرجع الفلاني ما عند أموال يكفي يعطي شهرية لهذا الشهر ويضحك جاء هذا الرجل لمرجع مستهزئا بمرجع آخر يقول له سيدنا فلان مرجع وجاء ذكر اسمه ما عند أموال يعطي لهذا الشهر راتي ويضحك أنه هذا ما عند أموال وكان يتخيل هذا المخبر كان يتخيل أن هذا المرجع سوف يفرح بهذه الخبرية أنه مرجع الآخر ما عنده فلوس يعطي راتي يعني فاشيل وإذا يقول هذا الجالس وهو حدثني جزء وأنا أتحفظ على ذكر الأسماء يقول وإذا هذا المرجع لنقل الخبر بكى وقال إلهي وقل ورفع شيء فقال إلهي احفظ كرامة هذا المرجع وسأل ابن عدنا أموال زائدة باقية عدنا شيء قال نعم عدنا قال ابعثها إلى حتى يستطيع أن يبعث حتى يستطيع يمشي رواتبه يقول فأبهد هذا المخبر اللي كان يصور أنه هذا راح يفرح أنه ذاك المرجع اللي يفرض منافس إلى في المرجع ما يقدر يستطيع التراتب وإذا بهذا المسكين يبكي ويأخذ أموال اللي باقية عدة يوصلها لذاك حتى يقدر يستطيع يوصل هاي الأمانة للناس هذولي بهذه الروحية عايشين ما راجعنا ناس أطهار أبرار يتعب نفسه ويحرم نفسه من كل أشياء في سبيل أن يخدمك ويوصل لك المعلومة الدينية مراد الله يعطيكيها ما المفروض يؤخذ يا عزيزي بجريرة متزي واحد متسلق متقمص للزي واحد طفل أو إنسان ساذج أو واحد يلبس له عمه ويدخل في منافذ سياسية ودوائر سياسية للأسف ويبتلى بفساد إداري وموال وغيرها وإحنا نروح نسقط شخصياتنا أفذاذنا علمائنا رموزنا قدوتنا حتى نعم يبقى المبدأ من دون حماية لا هذا مو صحيح لا ينبغي لنا أن نأخذ الصالحة بالطالح خصوان عندنا هاي النماذج ينقل حدثنا حفيد المرحومة ماية الله العظمى سيد البورجردي سيد علو البورجردي الله يحفظه يقول ينقل عن والده يقول لما جاء سيد الخوي رضوان الله عليه إلى قوم يجي زيارة إلى قوم في سنة 51 ميلادي وكان مرجع الطائفة السيد البورجردي رضوان الله عليه وكان هو المرجع وما بين السيد البورجردي وسيد الخوي ما بين مثل الأب والإبن لأنه سيد البورجردي أكبر من سيد الخوي سنا في 25 سنة تقريبا يقول جاء السيد الخوي إلى زيارة السيد البرجردي والسيد الخوي ذاك الوقت معروف بالعلم وعالم واشتهد مدرس فذف الحوزة في النجف ولكن لم يكن من المراجع الذين لهم شأن التقليد الكبير كما في السيد البرجردي السيد البرجردي كان هو الزعامة العظمية للطائف أبيدة وفرق عمري بينهم تقريبا 25 سنة يقول حفيد السيد البرجردي يقول والدي كان موجود هناك يقول هو شاد هاي القضية يقول لما اجه السيد الخوي يزيار السيد البرجردي يقول السيد البرجردي ما كان يعرف انه جاي هو في قوم وإذا هو السيد بادر راح زيارته باعتبار لكل قادم كرامة والاخي السيد الخوي راح وزار السيد البرجردي يقول فلما عراد ان يخرج السيد الخوي من مجلس السيد البرجردي قام هذا المرجع الكبير ابن التسعين سنة الوقت السنة عمره 8 سنة لأنه بعد ذلك السيد البرجرد توفى سنة ستين ميلادي وكان عمره تسعين وهذه القصة وعده خمسين يعني عمره واحد ثمانية سنة يقول قام بشخص السيد البرجرد لتوديع سيد الخوي وقدم له نعليه المداسل السيد الخوي كان يومي الباب سيد البرجرد أخذه وخلى إله عذر للنعليه قدم له نعليه يقول فما كان من سيد البرجرد إلا أكبر هذا الموقف نزل على قدم السيد البرجرد على يد سيد البرجرد قبله يقول فامتنع السيد حفيدة ينقل يقول والدي يقول أنا رأيت عمتهم متصادمة التسقت عمتهم بما بينهم لاحظ إلى هدرك هذا يقدم لمداسة وهذا يقبل إيدها هدولي بهذه الروحية عاشوا عاشوا الفقر عاشوا اللوعة إلى الزمن القريب إلى الآن أحد كبار ما راجعنا وهو السيد الخامنا يا الله يطول عمره لمن يعرف عن نفسه يقول الأحقر دائما في خطبة يقول الحقير يعرف عن نفسه بهذه الطريقة إلى أن ما راجعنا يكتبون إلى ذاك اليوم كان يكتبون الأحقر فلان أو أقل الفلان أقادم الدين فلان بهذه الطريقة بهذه الأسلوب هؤلاء كلهم حصون هؤلاء كلهم حماية كلهم قلوبهم تنزف دم لحفظ الدين مو من الإنصاف يجي واحد يلغيهم يشطبهم ويخونهم كلهم نحن لذلك نحن نعتقد كل ما راجعنا اليوم المتصدين نحن نعتقد بعدالتهم وتقواهم وأنهم مواقفهم بناء على رؤيتهم قراءتهم للوضع وليس أنهم لنعوذ بالله تجريا على الدين لا لا يمكن نقبل بهذا بحال من الأحوال هذه سلسلة مباركة سوف تبقى إن شاء الله في هذا اليوم يوم الجمعة 25 ذي القعدة هذا اليوم يسمى دحو الأرض يعني في مثل هذا اليوم فيه رواياتنا طبعا روايات أهل البيت إسلام أهل البيت أن الله سبحانه وتعالى دحى دحى الأرض من شعاع نور هذا النور الذي هو مركزه في عقيدتنا بيت الله الحرام الكعبة المشرفة وعدنا روايات من تخوم الأرض إلى أعنان السماء قبلة وكأن عمود نور هناك هذا العمود النور منه دحية الأرض يعني بدأت نقطة انطلاقها ودحية ويعني كورت صارت كروية من شعاع النور هذا المعنى موجود في روايات أهل البيت أنه في يوم 25 ذي القعدة يوم دحو الأرض أي أن هذا عمود النور الذي هو مركزه الكعبة الشريفة هذا عمود النور منه انطلقت الأرض وصارت بهذه الصفة يعني أبخرة وغازات وهيليوم والله أعلم شنو من هناك دحية الأرض وكورت وصارت بهذه أشبه بالكرة مركزها هذا شعاع النور الذي هو من تخوم الأرض إلى أعنان السماء طبعا هذا المعنى ولذلك فيه يوم مبارك يوم دحو الأرض يعني يوم كروية الأرض هناك إشارة أحب أن ألفت نظر الأخوة الأعزاء إلى هذا المعنى تلاحظون إلا في أديان التي تقدمت على الإسلام يعني في كتبهم أنه الأرض هي مركز الكون ويقولون بسطحية الأرض أن الأرض مسطحة لا يقولون بكروية الأرض ولكن الإسلام العظيم إسلام أهل البيت العظيم يحتفل بيوم كروية الأرض دحو الأرض هو كروية الأرض دحية من خلال هذا يعني نقطة دحوه من شعاع النور الذي هو عمود النور في الكعبة ودحية يعني كورت لاحظوا حضراتكم إذا البشرية قبل 200 سنة يلا ترفع بكروية الأرض الإسلام يحتفل بكروية الأرض إسلام أهل البيت يوم دحو الأرض يعني دحية وكورت في هذا اليوم ومركزها كان هو من الكعبة الشريفة يعني من العمود النور الذي طبعا ذاك الوقت ما كان هو ذاك الكعبة ولكن هذه البناء المشرفة الكعبة هي دلالة وعلامة على عمود النور عمود النور اللي هو القبلة الحقيقية لأن القبلة مو فقط هذه البناية لأنه إذا كانت هذه البناية يعني أنت لازم تكون مواجهة إلها فإذا صليت فوق سطح المسجد الحرام والبناية تحتك إذا أنت مو مواجهة القبلة لا القبلة هو عمود هذا النور اللي هو من تخم الأرض إلى أعنان السماء هذا كل قبلة ولذلك تصل بالطائرة على هذه الجهة على هذا العمود النور اللي هو في الواقع هو القبلة وهذه البناية الشريفة اللي هي مستطيلة تقريبا هذه علامة تدل على محوطة على هذا العمود النوري على أن هذه الكعبة حباها الله خصوصيات أيها الإخوة والأخوات الله سبحانه وتعالى أودع فيها أسرار هذه الكعبة مفتاحها الطواف لاحظون الطواف وسبعا تطوف في البيت سبعا والطواف في البيت صلاة يعني حول البيت صلاة كأنه نعرف كله أن الله سبحانه وتعالى جعل سبع طباق يعني سماوات سبعة في رواياتنا أن في كل سماء كعبة وبيت يقصد لسكان هذه السماوات ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى السماء السابعة بيت رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو قبلته وشكعبته بيته رمز للقرب الإلهي هو سدرة المنتهى فسدرة المنتهى التي هي في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله هي كعبة وهي رمز القرب الإلهي لسكان السماوات السبع الفردوس الأعلى والسماوات السابعة رمزها القربي هو سدرة المنتهى التي هي في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله هذا في السماء السادسة تحتها في السماء السادسة أيضا هناك رمز قربي يتقرب به إلى الله تطوف عليه سكان السماء السادسة والخامسة كذلك إلى أن نصل إلى الأولى اللي هو البيت المعمور في الروايات اللي يصير هو فوق الكعبة الشريفة هناك يسمى البيت المعمور إحنا هنا في أرضنا في عالمنا لنا هاي الكعبة الله سبحانه وتعالى شرفنا بهذه البنية جعلها في هذه الكعبة علامة لهذا عمود النور إنت هنا في هذه الأرض تطوف سبعا يعني في كل طواف أنت لأن فوقك ستة مع الكعبة مالتك سبعة فأنت تطوف سبعة تطوف سبعا حتى تصل إلى سدرة المنتهى هذه القبلة الأخيرة الأولى هي في الواقع ولذلك في السماء السابعة يطوفون مرة واحدة في السادس يطوفون مرتير في الخامسة ثلاثة إلى أن تصل إليك أنت الأخير أنت تطوف سبعا لأن فوقك نعم سبع سماوات وستة بيوت وأنت السابع في قبلتك في عرضك تطوف سبعا بهذه الفلسفة بهذه المعنى لأنه فوقك سبع سماوات يعني مع قبلتك فوقك ستة بيوت لله رمز للقرب الإلهي هذا جانب فهذا أول مفتاح لما تتعامل مع الكعبة تعظمها من خلال طواف حولها وما فوقها من بيوت لله وعندما يبتدأ الطواف يبتدأ لاحظوا السر السر في هذه البنية في هذه البنية في هذه البناء المقدس كل ذرة من الكعبة مقدسة كل جهة منها إلى خصوصيته يبتدأ هذا الطواف من الحجر الأسعد الأسود الحجر الأسود الذي جاء به جبريل لآدم من الجنة ووضع هنا هذا الحجر الأسود نحن في روايات عدنا وكل المسلمين تفقون على قدسه وأن رسول الله صلى الله عليه وعلي قبله بشافتين مقدستين هذا الحجر الأسود قيمته أنه يسجل كل اللي مر عليه يسلم عليه كل اللي يسلم عليه يسجل الله سبحانه وتعالى يسجله مثل اسكان يسوي لك سبحان الله يسجل كل من يبتدأ الطواف من عنده أنت تسجل فيه في دفتر الله في دفتر الطائفي والروايات عدنا يستحب لمسه يعني أنت تمسكه في يدك اليمنى وتقبله لمسه يعاد البيع مع رسول الله صلى الله عليه وعلي يعني تمسك الحجر الأسود يعني وضعت يدك بيد رسول الله فهذا شيء كبراي شيء خصوصي فينطلق الطواف منه وينتهي به بعد ما تمشي لعله قدمين تجي هناك تحت باب الكعبة يصير تحت باب الكعبة على اليسار يسمونه المستجار هذا المكان يسمونه المستجار تروح هناك تلصق نفسك به وتستجير بالله سبحانه وتعالى من ذنوبك من حوائجك همومك يسمونه هذا ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة يسمونها هذه القطعة يسمونها المستجار ومن بعد ما تتعدى المستجار يعني تتعدى باب الكعبة وتصير مباشرة بين المقام وبين الكعبة هاي المنطقة يسمونها يعني الكعب على يسارك والمقام إبراهيم على يمينك وانت بالنص هاي المنطقة يسمونها الحطيم لاحظة الحطيم هي هنانا إذا واحد ظالمك ظالمك بأي أنواع الظلمك تدعو الله عليه الرواياتنا ناجدون فيحطمه الله يهلك الله سبحانه وتعالى يضربه لأنه ظالمك فإذا عندك واحد ظالمك ترح تلجأ الكعبة في الحطيم تدعو عليه الله سبحانه وتعالى يأخذ لك بحقك يحطم أدوك وقيل الحطيم تتحطم عنده الذنوب ومن هذا أن تتحطم أعداءك الذين ظلموك الله يحطمه بعد ما تمشي توصل إلى الركم وتميل على اليسار تصير بين الكعبة وبين حجر إسماعيل هناك في مرزاب الرحمة تحت مرمرة خضراء هنا قبر إسماعيل عليه السلام متفون وهاجر وفي رواياتنا سبعين نبي متفون هناك لحظوا هذه خصصياتها فمرزاب الرحمة هناك وتدعو الله بعد ما تلتفت تكمل الطواف وتصل إلى ظهر الكعبة يعني الجهة المقابلة لباب الكعبة هنا هذا المكان مهم جدا يسمونه الاعتراف هنا اللي عنده ذنوب اللي عنده مشاكل مسوي ذنوب يستحب أنه يفتح ثيابه ويلسق صدره بالكعبة ويعترف بذنوبه يسمونه الاعتراف تعترف تقول إلهي أنا جاء جئتك مستجيرا عائدا ببيتك اللهم اغفر لي ذنبي كذا وكذا وتعدد ذنوبك ورد في الروايات أنه العيمة عليهم السلام كانوا يعلمون الناس لما يصلوا إلى هنا اللي ما مصادق يقول لمن حوله تنحوا عني فأريد أعترف لربي ما مصادق ليسا ما عدش مقصو لكن هاي نوع التربية ففي ظهر الكعبة الاعتراف تروح تلصق صدرك بالكعبة وتعترف لربك الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته في هذا المقام يحمي يمحي عنك هذه الذنوب ذنوبك اللي عملتها واعترفت بها عند الله سبحانه وتعالى ترفع بعد ما تعبر هاي المرحلة تصل إلى الركن اليماني اللي هو من جهة الركن اليماني طبعا هي ركن اليماني وركن العراقي وركن الشامي اللي هي مقابل جهة الشام وجهة اليمن جهة العراق هذا الركن اليماني الذي انشق منه هذا الشق الى أم أمير الممنعي السلام ودخلت من هنا وأنجبت أمير المميعي السلام وليد الكعبة من هذا الشق دخلت هي إجاءة حامل ومقرب ودعت الله فانشق لها الجدار ودخلت في البيت وأغلق الشق وما استطاعوا أن يدخلون إلى البيت حتى بعد ما أنجبت صلى الله عليه وعلى ولدها العظيم ثم خرجت وقالت يا أبا طالب سمه عليا لأنها سمعت المنادي يقول سميها عليا وهذه من خصوصيات الله سبحانه وتعالى لأمير الممين قص الله عليه السلام أنه ولد في الكعبة بهذه الطريقة لأنه لو كانت داخلة من الباب وجالسة في الكعبة وأنجبت لكانوا قالوا أنجبت صدفة كانت في بيت الله وأنجبت ما لها خصوصي ومثل إمرأة صدفة كانت في المسجد وجاءها الطلق وأنجبت لكن أن يشق لها الحائط معناته دعوة أنه تعايق هنا ولدي الله يريدها أن تلد وليه في هذا المكان المبارك فهذا الركن اليماني يستحب عندما يصل الطائف إلىه يصلي على أمير الممينة عليه السلام وعلى ابن عمه رسول الله إذن هذه الكعبة ثم لاحظوا خصوصياتها شوفوا شرف الله شرف هذه البنية في الروايات إن لله مئة وعشرين نظرة رحمة في الكعبة مئة وعشرين نظرة رحمة ستين منها للطائفين ذول اللي يطوفون الله هذا اللي يطوف على الكعبة الله ستين مرة ينظر لنظرة رحمة يعني تخيل يا مسلم يا مؤمن شنو من رحمة هذه الله إلك ستين شنص أنت يا الطائف ستين شنص أنه تنجو أنه تفوس برضوان الله وتمحى عنك هاي الذنوب وتنتيح وتصل إلى السعادة عندك ستين شنص ستين رحمة إن لله مئة وعشرين نظرة رحمة في بيته ستون منها للطائفين وأربعون منها للمصلي اللي يصلي يم الكعبة يعني بالمزل الحرام أربعين أنت تصلي لك ركعتين بالمناسبة الركعة في عنده بيت الله الحرام بألف ألف يعني مليون ركعة يعني تصلي لك ركعتين أنت تصلي لك مليونين ركعة تخيل تقدير تصلي مليونين ركعة بالغاية في حياتك شن رحمة ستين للطائفين نظرة رحمة وأربعين نظرة رحمة للمصلي هاي 100 و 20 منها للناظرين للبيت يعني لو ما تسوي شيء لا تطوفة بس تقعد تبعوا على الكعب انت هناك 20 مرة الله ينظر لك نظرة رحمة وتدعو لك دعوة معقولة 120 نظرة رحمة 120 شانس ما تأخذك الرحمة ويتشملك العناية الإلهية لا شك ولا رأي فبعاب عظيم ورحمة مهدات الله سبحانه وتعالى قيضها لأهل الأرض هذه الأمة التي يقول الله فيها كنتم خير أمة وخرجت للناس أسأل الله إن شاء الله يرتفع هذا البلاء هذا الوباء وترجع يرجع الطواف ويرجع الحجاج ويرجع المؤمنين يلوذون بهذه البيوت الطاهرة وبهذه الأعتاب المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى منارة وهديا ورموزا تشدنا إلى الله سبحانه وتعالى فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أحبا هري اشتركوا في القناة